السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طلاب طالبات التعليم المستمر حياكم الله مع درس من دروس مادة لغتي الصف الثاني موضوع الدرس ما زلنا في الوحدة الثانية والتي بعنوان الاتصالات نستكمل ما تبقى من درس الدرس الثالث الأقمار الاصطناعية سريعا طلاب ننتقل إلى الأهداف المرجو تحقيقها بإذن الله نهاية الدرس أن يقرأ الطالب والطالبة الجملة قراءة صحيحة أن يستنتج الطالب والطالبة قواعد خط النسخ اليوم رسم كتابي أن يكتبوا الطالب والطالبة جملة بخط وهو المطلوب في المرحلة الابتدائية بخط النسخ كتابة سليمة هيا معا نوع الخط هناك العديد من الخطوط الخط الكوفي وخط النسخ وهو المطلوب في هذه المرحلة دائما خط النسخ خط الرقعة الديواني والفارسي نتأمل جمال هذه الخطوط الخط المطلوب دائما في المرحلة الابتدائية هو خط النسخ هيا نعدد مميزات هذا الخط يتميز خط النسخ بروعة حروفه وجمال تركيبته حروفه غير مطموسة ما عدا هيا ما عدا الميم العين الغين فلها حالات سهولة قراءة الكلمات والجمل تساوي أحجام الحروف الاهتمام بوضع الحركات نتأمل أقسام حروف خط النسخ تنقسم حروف النسخ في الكتابة إلى قسمين هما الحروف النازلة عن السطر والحروف المستقرة أي المرتكزة على السطر إذن الحروف تنقسم في الكتابة إلى قسمين حروف نازلة معنى كلمة نازلة عن السطر هيا نشاهد هنا وحروف مستقرة ونتأمل نبدأ بالقسم الأولى الحروف النازلة عن السطر نتأمل السطر أمامي هنا أتأمل الحروف ما معنى نازلة نازلة عن السطر أي بمعنى نشاهد هنا حرف النون حيث ينزل جزء من الحرف تحت السطر ينزل جزء من الحرف تحت السطر نلاحظ الصاد هنا رأس الصاد فوق و جزء من بطن الصاد ينزل من السطر كذلك حرف اللام الياء الشين الراء الواو القاف الجيم الميم الميم ولكن الميم ينزل من السطر عندما يكون في نهاية الكلمة العين الها حسنا طبعا معظم الحروف في نهاية الكلمة حيث أن النون في بداية الكلمة لا تنزل لكنها في نهاية الكلمة دائما هذه الحروف لا بد أن تنزل من السطر هيا نتأمل الحروف التي تكون دائما مرتكزة في على السطر حرف الألف نتأمل ألبا من الحروف المستقرة على السطر حرف الدال أيضا حرف الذال الط الف الكاف الها هيا نتأمل جيدا نشاهد الها هنا الها في وسط الكلمة ينزل منها جزء تحت السطر والها في أول الكلمة تكون على السطر أيضا في آخر الكلمة تكون على السطر إذن نتأمل هذه الحروف نتأملها جيدا إذن هناك حروف نازلة عن السطر وهناك حروف مرتكزة مستقرة على السطر طبعا حرف البا التا السا لأنها بشكل واحد حرف الدال والذال حرف الط والض الفا الكاف الها في أول الكلمة وفي آخر الكلمة ولكن الها في وسط الكلمة ينزل جزءا منها تحت السطر الآن نتبع الإرشادات عند الكتابة وهي موجودة دائما في درس الرسم الكتابي نتأمل هذه الصورة والإرشادات الموجودة على الصورة في أي درس رسم كتابي نشاهد هذه الإرشادات الجميع يقوم بقراءة الإرشادات والالتزام بها حسنا هيا نتأمل هذه الصورة طالب يقوم بالكتابة نتأمل الإرشادات إذن هنا يحث على الجلوس معتدلا الجلوس بطريقة صحية حتى لا يتأذى الجسم أجعل يدي مائلة إلى اليمين نشاهد هنا السهم إلى يده عند الإمساك ونحن نعرف الطريقة الصحيحة في رسم الإمساك بالقلم إذن يجعل اليد مائلة إلى اليمين قليلا أمسك قلمي برفق بين الإصبعين أضع يدي اليسرى على الورقة لتثبيتها نشاهد هنا السهم أحسنتم نعم ثم وضع الإشارة على القدمين لابد من تثبيت القدمين بعد تحريك القدمين قد تتأثر الجسم بالإهتزاز فتتأثر الكتابة نشاهد هنا أمور لابد من الحرص عليها عند الكتابة اتباع الطريقة الصحيحة لرسم الحرف فكل حرف مدون عدد الخطوات طريقة رسم الحرف بالأسهم إذن اتباع الطريقة الصحيحة أن يكون حجم كل حرف مناسب ليس كبير ولا صغير كل حرف لا يكون حرف الأول كبير وباقي الحروف صغيرة إذن لابد أن يكون حجم كل حرف مناسب ليس كبير ولا صغير ما تبقى من حروف الكلمة ترك مسافات متساوية تقريبا بين الحروف في الكلمة الواحدة ترك مسافات متساوية تقريبا بين الكلمات في السطر الواحد إذا المسافات تكون متساوية بين الحروف في الكلمة الواحدة لا يكون الحرف على الحرف حيث لن نتمكن من قراءة الكلمة أيضا أن نحرص على المسافة المتساوية بين الكلمات فلا تلتسق الكلمة بالكلمة فيؤثر على القراءة وعدم وضوح الكلمات الآن طلابين ننتقل سريعا بفتح الكتاب الاستعداد اتباع الإرشادات الإمساك بالقلم الجلوس المعتدل الجميع الآن هيا نقرأ العبارة الجملة التي أمامي وألاحظ الحروف الملونة بلون مغاير اجعل غذائك دوائك إذن هنا اجعل غذائك دوائك نشاهد الحروف الملونة هنا حرف الذال أحسنتم وحرف الدال وحرف الدال نتأمن هذه العبارة نشاهد أنه هنا نصيحة أن يكون الغذاء دواء ماذا قصد بهذه الجملة فكر أحسنتم إذن قصد بها أن نحرص على الغذاء الصحي وأن يكون غذاء الغذاء هو الدواء بتنوع الغذاء أيضا الحرص على الأطعمة المفيدة للجسم أيضا فترات تناول هذه الأطعمة لأنها تعطي الجسم الصحة والقوة ودائما المؤمن القوي خيرا من المؤمن الضعيف والقوة تكون دائما في الصحة حسنا هيا نتأمل الحروف الملونة حرف الذال وحرف الدال ننتقل إلى الإرشادات هنا يمر رسم الدال بخطوتين إذن هناك خطوتين كما يتضح أدنى هيا نتأمل طريقة رسم الدال هنا إذن يميل إلى اليمين يميل إلى اليمين قليلا ثم مستقرا على الصدر إذن أشاهد جيدا نشاهد الإرشادات أنه أبدأ من أعلى مع ميلان يمينا ثم مستقرا على الصدر طبعا هنا يقول ألاحظ عند الكتابة أن حرف الدال والذال يستقران على الصدر نعم يستقران على الصدر إذن نفس الطريقة في كتابة حرف الذال ولكن بإضافة نقطة أعلى بإضافة نقطة أعلى ننتقل إلى الإرشادات ألاحظ طريقة رسم الحرفين أتبع الأسهم نتأمل الأسهم إذن هنا نشاهد بدأ السهم من أعلى إلى اليمين قليلا ثم مستقرا على الصدر وضع الخطوات رقم واحد رقم اثنين هنا الحرف الدال منفصلا ثم في وسط الكلمة أو نهاية الكلمة نشاهد حرف الدال له يد فقط قبله لماذا إذن يتصل بما قبله ولا يتصل إذن هو من الحروف التي لا تتصل بما بعدها نشاهد هنا أشار أنه يتصل بما قبله ولا يتصل بما بعده نشاهد هنا رسم الحرف ثم يستقر على الصدر نتأمل حرف الزال نفس الطريقة يبدأ من الأعلى ميلان إلى اليمين ثم يستقر على الصدر ولا ننسى أن نضيف نقطة أكمل لنا في وسط الكلمة وآخر الكلمة له يد قبله تتصل بما بعده بما قبلها عفوا ولا يتصل بما بعده نشاهد السهم هنا حرف الزال كيف يكتب ولا ننسى إضافة النقطة إلى أعلى إذن نتبع هذه الأسهم في الكتابة نشاهد هنا الكتابة بخط خفيف لماذا؟ حتى أحبر أي أقوم بالإعادة على الحرف أبدأ دائما بالأسفل ثم أنتقل تدريجيا إلى الأعلى حتى لا أقع في الخطأ وأكرر هذا الخطأ بعد الانتهاء من التحبير أنتقل إلى الجدول الثاني وأقوم بالكتابة أتأمل جيدا إذن حرف الدال والذال من الحروف هل هي مستقرة على السطر أم نازلة حسنتم إذن حروف مستقرة على السطر وهي من الحروف التي لا تتصل بما بعدها نقوم بالكتابة ننتقل إلى ما تبقى في الدرس أقرأ وألاحظ هذه الجملة هيا معا الذباب من أكثر الحشرات التي نعرفها نقلا للجراسيم والمواد الضارة نتأمل الحروف المغايرة بلون مختلف هيا نتأمل ما هي الحروف أحسنتم إذن حرف الراء نعم حرف راء حرف الراء هنا والواو والراو والراو الذباب هنا تحدث عن الذباب أنها من أكثر الحشرات التي تنقل الجراسيم لأنها تتواجد في الأماكن المليئة بالقدورات فتكون سببا لنقل الأمراض والجراسيم للإنسا فلابد أن يحرص على محاربتها بالنظافة هيا نتأمل هيا نتأمل الحروف المغايرة هنا إذن حرف الراء وحرف الواو نتأمل الإرشادات يمر حرف الراء بثلاث خطوات إذن هناك ثلاث خطوات لحرف الراء عند كتابة الحرف هيا نتأمله كجس الباء في الأعلى نتأمل هنا نعم إنه يشبه أعلى من الأعلى جزء الباء ثم قوس انظروا إلى القوس ينزل أين تحت السطر ولا ننسى الطرف الأخير ولا ننسى أن هناك طرف صغير انتهي الحرف بطرف صغير إذن يشبه جزء الباء في الكتابة ثم قوس ينزل وهو من الحروف النازلة عن السطر ونرسم طرف صغير إذن حرف الراء يمر بهذه الثلاث مراحل كذلك الحال في رسم حرف الزاي ولكن بوضع ماذا وضع نقطة أعلى وضع نقطة أعلى بزيادة نقطة أعلى حسنا وهنا حرف واو يمر رسم حرف الواو بخطوتين الرأس يشبه لحرف الفاء نتأمل هنا الفاء ثم ينزل من السطر أسفله يكون يشبه لحرف الراء يشبه لحرف الراء قوس نازل عن السطر ونرسم الطرف الصغير نشاهد الطرف الصغير هنا عفوا نشاهد الطرف الصغير هنا إذن رأس يشبه لحرف الفاء و قوس كما الحال في حرف الراء ولا ننسى أن نرسم في آخره طرف صغير حيا نتأمل الخطوات هنا بالأسهم عند رسم الراء الحرف الزاي نشاهد هنا رقم واحد نتبع الأسهم هنا يشبه حرف الباء قوس ولا ننسى أن نرسم الطرف الصغير إذن رأسه أعلى السطر ثم ينزل حرف الراء عن السطر نشاهد أيضا الراء من الحروف التي تتصل بما بعدها قبلها ولا تتصل بما بعدها نشاهد هنا الراء نازل من السطر نشاهد حرف الواو رأسه يشبه للفاء ثم قوس ولا ننسى أن نرسم الطرف نتبع الأسهم كيف يرسم الرأس نبدأ من هنا على السطر ثم ننزل على شكل قوس نازل من السطر ونرسم الطرف أيضا الواو كما هو الحال في الراء وحرف الزاي عفوا ولكن بوضع نقطة على الراء ليكون حرف زاي أما الواو فهو أيضا رأسه كرأس الفاء ثم قوس ولا ننسى أن نرسم الطرف في آخر الحرف نتأمل جيدا إذن ننتقل إلى الجدول هنا موجودة هذه الحروف بخط خفيف منباهة أقوم به نشاهد حرف الراء الزاي الواو أقوم بالإعادة على هذه الحروف لأتمكن من الكتابة ثم أنتقل إلى الكتابة أبدأ دائما من أسفل وتدريجيا حتى أنتهي من الكتابة نتأمل جيدا إذن نتبع ونرجع دائما إلى الخطوات كما قلنا أن حرف الراء وحرف الزاي يمر بكم خطوة حسنتم ثلاث خطوات بكم خطوة بثلاث خطوات نتبع الأسهم هنا نشاهد أنه كتب لنا كجزء الباء الأول من فوق شبهه بالباء ثم قوس الخطوة الثانية الخطوة الثالثة الطرف صغير وعند كتابة حرف الزاي أقوم بنفس الطريقة كجزء الباء في الأول قوس نازل من السطر وشهد السطر هنا بلون الأزرق الفاتح أنزل من السطر على شكل قوس والخطوة الثالثة رسم طرف صغير لكن في حرف الزاي أضيف النقطة أعلى أضيف النقطة أعلى هنا حرف الواو يمر بخطوتين عندما أنتقل حرف الواو أبحث عن الخطوات لأقوم بكتابتها بشكل صحيح نشاهد هنا أنه شبه لنا الحرف برسمه أنك تبدأ مثل رأس الفاء ثم حرف الراء قوس ولا أنسى أن أضيف الطعف أتأمل جيدا اليوم الحروف التي تم دراستها حرف ماذا وماذا وماذا هيا نعدد الحروف معا إذن حرف أولا دا الذال را زا الواو وهي من الحروف الستة هذه الحروف ما بها لا تتصل بما بعدها إذن لها يد قبلها وهناك حرف وهو حرف الألف إذن تسمى حروف الستة هذه الحروف ما بها نغاير اليد لتكون أوضح إذن هذه الحروف ما بها لها يد قبلها شاهدها هنا غير اللون فقط لها يد قبلها نشاهد اليد حرف الدال حرف الزال حرف الراء حرف الزاء حرف الوا وحرف الألف إذن ما بها هذه الحروف هي حروف تتصل بما قبلها لا تتصل بما بعدها تسمى الحروف الستة التي لا تتصل بما بعدها لا تتصل بما بعدها إذا أتى حرف هنا لا تتصل لماذا لأنها من الحروف الستة وشاهدناها في الجملة نتأمل هنا الحشرات الحشرات لماذا لم تتصل هنا لماذا لماذا الراء لم تتصل بالألف لأن الراء من الحروف الستة التي لا تتصل بما بعدها ولكنها تتصل بما قبله إذن هو حرف يمسك بالحرف الذي قبله ولا يتصل بما بعده نشاهد هنا العين حرف يتصل هنا هنا الفا حرف يتصل ولكن هي الراء التي لا تتصل نشاهد هنا المواد أيضا لأن الوا من الحروف بارك الله فيكم إذن ندون نقوم بالكتابة ولا ننسى أن حرف الراء نشاهد هنا نتأمل هنا موقعها من السطر نشاهد أنه نزل جزءا من الحرف تحت السطر حرف الراء حرف الزاء حرف الواو أما حرف الدال والذال فهو من الحروف ما بها هل هي نازلة حسنتم هي من الحروف المستقرة المرتكزة على السطر المرتكزة على السطر نتأملها نشاهد هنا الدال مرتكز على السطر نشاهد الدال نشاهد الذال إذن من الحروف المرتكزة على السطر بعد الانتهاء نقوم بكتابة الجملة نشاهد الدال نشاهد الدال نشاهد الدال هنا من الرقم ثلاثة بعد الانتهاء أنتقل إلى رقم اثنين هنا ثم رقم واحد لا أبدأ مباشرة بواحد إنما أبدأ بالأسفل لماذا؟ حتى لا أقع في خطأ فأكرر هذا الخطأ هيا بارك الله فيكم نلاحظ أن هناك خط أزرق فاتح إذن أنتبه إلى الحرف المستقر على السطر والحرف النازل عن السطر وهذه من قواعد خط النسخ لا بأس من الرجوع إلى التعليمات الجانبية ومعرفة عدد الخطوات فكل حرف موضح عدد الخطوات فحرف الراء له ثلاث خطوات كذلك حرف الزاي أما حرف الواو فيمر بخطوتين فقط كذلك حرف الدال والذال يمر بكم خطوتين بارك الله فيكم هيا نقوم الآن بالإعادة بالتحبير بعد الانتهاء ننتقل إلى الجدول الثاني أحسنتم هيا ننتقل الآن إلى كتابة الحرف نبدأ بأسفل الجدول حرف الراء حرف الزاي حرف الواو و zones و لحظة اللحظة ننتقل الزاي إذن تعلمنا اليوم الحروف طريقة كتابة حرف الدال الذال الرا الزاي الواو وأنها من الحروف الستة التي لا تتصل مما بعدها حيا نذكر بعض الأمثلة على هذه الحروف هيا عندما أكتب كلمة جديد هنا جديد أشاهد حرف الدال هنا لا يتصل تحدثنا أنه من الحروف التي لا تتصل حسنا جزر جزر طبعا هنا أيضا حرف الزاي لا يتصل ندعو نشاهد الواو طبعا أتت هنا في آخر الكلمة كأن أكتب مثلا حوت نشاهد هنا الواو من الحروف التي ما بها لا تتصل مما بعدها ولكنها تتصل بالحرف الذي يأتي قبلها إذن حرف الدال حرف كما تحدثنا حرف الرا الزاي الواو الدال الدال من الحروف التي لا تتصل مما بعدها هيا هنا نكتب أعلى الصفحة نقوم بكتابة العبارات الجمل في كراسة الواجب نكمل بنسخ الحرف واستكمال ما تبقى من التدريبات إلى هنا انتهى الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته